السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي مرحبا بكم في القناة ابتداء من اليوم الاثنين واحد عشرين اكتوبر المديع وديع هذا سفي ممنوع منعا كليا بانه يزاول المهنة دياله في القناة التانية واللي اه دارت واحد درج هاد المشكل هادا او هادشي اللي واقع الهد الصحفي هادا دير واحد درجة كبيرة في السوشيال ميديا خليكم معي في الفيديو حتى الاخير وغاد سمعوا اخر مستجدات واخر تطورات الكل اه كي هدر في الصفحات دياله عبر المواقع التواصل الاجتماعي كي اللي كي تاقيه اه في الانستغرام دياله اه باش انه اه وديع دادا يخرجين فيه او لا اه يقول شي حاجة بخصوص هاد الموضوع هادا وديع دادا اه يعني لزم الصمت لانه اه كيشوف هاد الشي اللي اتعرض ليه ضرم وبزاف ديال المغاربة كيقولوا بلي خاصة ان قطعوا هاد القناة هادي مهما ان هاد سيد هادا بهاد بهاد الكفاءات هادي وهاد اطبق الله هاد الاخلاق اللي كيمتاز بهم وبشهادات الجميع انه يتطرد بكل بساطة حيث كيزول اه اه يعني مهنة اه ديالو بكل اه شفافية وبكل يعني اه اطبق الله عليها متمكن من الخدمة ديالو ومن بعد اه يتطرد بهذه الطريقة المغاربة ما عجبه مش الحال نهائيا وكي اللي كي تاقي صامد اه غيلا باش انه يطلع هذا الموضوع اعادة لانه التهوى صحفي وتهوى رها في دوزيم لانه كل واحد كي يزاول واحد الميهنة في دوزيم اه يعني كي يشوف اه راسه باللي اه هو اعطى فيها الكثير ولذلك كل واحد يعني اه يعني متشبط بالصمت باش انهم ما ينوضوش واحد الفتنة ما ينوضوش يعني واحد اه دجة وخصوصا ايضا ايضا كي تاقي اه راشد اللي باش انه يخرج ولكن يخرج يضرب ولكن تهوى اه 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 يعني اكتفى بالصمت لانه فعلا لو خرجوا الصحفيين يضروف هذا الموضوع هذا غتنوض واحد بالبالة وغتنوض واحد دجة ولهذا اه كفوى بالصمت فقط ولكن المغربة ما تصدرتش لهم علاش انه اه يتطرد بهذه الطريقة كين اخوات اللي قالوا لي غالبا حقدم النشرة الاخبار اه خوصي هاد القرار اللي خرج خرج هاتي مدة دي اليومين بلي نهار واحد وعشرين يعني اليوم نهار الاثنين اه ممنوع عليه منعان كليا انه يزول اه المهنة ديرو دير انه اه يقدم الاخبار اه دي المساء واليوم ارا اكيد انكم ما غدش شوفوه في التلفازة اه لليوم ولا غدا ولا بعدوا وكنت من وليه مسيرة موفقة ان شاء الله ياربي وكنت من وليه مسيرة ان شاء الله ما ريئ بالمسارات وكل حاجز وينه لانه اي واحد يعني دار شي حاجز وينه وخصوصا يعني المغربة ما قالوا في غير حاجز وينه يعني ما جو ولا تعليق حليه يقول هادا دير ولا فعل يعني وخصوصا الناس اللي كيشوفوا انه كيدير اعمال خير يعني يتباك الله عليه ما شاء الله والاعمال دي له كتشهد لي.